السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد معكم الراقي أحمد أبو حفصة السوسي من المغرب الرباط كنت من قبل بإذن الله عز وجل وعدتكم بطريقة لإبطال السحر المرشوش أو السحر المخطأ أو السحر المرصود في العتبات والآن بإذن الله عز وجل سأقدم لكم طريقة بإذن الله مجربة وسهلة في إبطال السحر المرشوش وبكل سهولة وفي بيتك يعني هذه الطريقة تعملها في بيتك ولأمك ولأبيك ولأخواتك بإذن الله عز وجل تأخذون بإذن الله عز وجل نصف هذا الإناء من الماء وتقرؤون عليه بإذن الله عز وجل مثلها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم وتنفت عليه تقرأ الفاتحة الكرسي المعاوذات تقرأ الفاتحة بإذن الله تلاتا آية الكرسي تلاتا المعاوذة تلاتا تقرأ آية السحر تلاتا أو سبعا بإذن الله عز وجل ثم بإذن الله تضع قليلا من السدر يعني تضع قليلا من السدر في الماء يعني نصف من العقة صغيرة من السدر تضع في هذا الإناء وتضع قليلا من الملح سواء كان ملح الصخري أو ملح العادي يعني وتضع قليلا من ماء الورد ماء الورد بإذن الله عز وجل ترشه أو تسكبه المهم ماء الورد لأنه فيه رائحة طيبة مباركة ولماذا نركز على هذا ماء الورد بالضبط لما علش نركز على هذا ماء الورد في هذه الطريقة لإبطال السح المرشوش لأن أغلب السح المرشوش تكون بها نجسات وتكون ذات رائحة كريهة لذلك بإذن الله عز وجل عندما تعملون هذا الطريقة إن شاء الله هذا الماء مقرؤ عليه وضعنا فيها السدر وضعنا فيها الماء الورد إما مسكوب أو مرشوش هكو ماء الورد وضعنا فيه بعضا من الملح بإذن الله عز وجل وكل هذه أسباب ولكن يسأل الله عز وجل أن يجعل الشفاء في هذه الطريقة وفي هذا السبب ثم الطريقة الباقية وهي كيف سدع رجليك في الماء بإذن الله عز وجل وهذه الطريقة بإذن الله عز وجل هذه الطريقة أن تغطس رجليك في الماء بإذن الله عز وجل لها تأثير عظيم على السحر المرشوش والمخطأ والمرسود وحتى على السحر المرشوش على الملابس والمرشوش على الجسد ولكن بإذن الله عز وجل كي تبطل العقد في أسفل الأقدام وتبطل العقد في الساقين في هذا المكان وتبطل العقد بإذن الله عز وجل في الركب فبعض الناس الذين يكون عندهم السحر المرشوش أو المخطأ المرسود يكون عندهم بإذن الله عز وجل تقل في الركب وألام في الساقين وألام في أسفل الأقدام ولما يغطس رجليه في الماء والرقية ويفعل هذه الطريقة بإذن الله عز وجل المجربة فإنه تكون رجليه خفيفة وبإذن الله عزوجل وتبطل العقد بكل سهولة ويسر ولي أن يطبقها بحذافرها نقطة نقطة والطريقة التابعة لهذه الطريقة وهي إن أردت بإذن الله عزوجل أن تجعل هذا الماء هذا الماء إنه نقي ماء الرقية في سيدر وملح ورجلك عليك أن تضع رجلك في هذا الماء أن تكون نظيفتين لماذا؟ لأن هذا الماء ستحتاجه لطريقة أخرى وهي هذا الماء أن تستحم به وتفرغه فوق رقبتك يعني تفرغه فوق رقبتك ليس فوق رأسك لأن بعض الأسحار تكون في الأكتاف مثل السحن مرشوش على الملابس أو على الجاكت أو بعض الأسحار التي تكون مرشوش على الملابس الداخلية عندما تفرغه هذا الماء المرقي بإذن الله عزوجل تفرغه على الجسد فإن العقد تبطل في الجسد كله بإذن الله بكل يسر وبكل سهولة وعندما تضع رجلك في هذا الماء تقرأ الرقية بنفسك تقرأ الفاتحة ثلاثا جهرا بإذن الله تقرأ آية الكرسي ثلاثا بإذن الله تقرأ المعوذات سبعا وتكثر من شر النفاثة في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لماذا؟ لأن أغلب الأسحار يفعلها المجرمون عن طريق الحسد وتقرأ بإذن الله عزوجل بإذن الله آية السحر سبعا وهذه الطريقة بإذن الله عزوجل نافعة ومجربة للجميع يعني كل الناس بإذن الله عزوجل الذين أرقيهم لا بد أن يمروا من هذه المرحلة بإذن الله عزوجل لا بد لهم إما في الأول أو في الآخر وهذه الطريقة بإذن الله عزوجل جربوها بإذن الله عزوجل لوالديكم أو إخوانكم أو أخواتكم الذين يعانون من آلام القدمين أو من الآلام في هذا المكان أو من الآلام في الكعبين أو من الآلام في الركب أو الآلام في الأوراك يعني في الأوراك السحر يمتد المرشوش أو المخطأ المرسود يمتد إلى المبايض ويمتد إلى الأوراك في أعلى الجسد وقد يمتد إلى الرأس عدم يكون هذا السح المرشوش أو المخطأ أو المرسود مقرون بشيطان مارد أو شيطان عفريت أو شيطان كبير يعني فإنه يمتلك الجسد كاملا ربما يسكن في الأقدام والركب والصدر أو في الأقدام والركب والرأس يعني يمتلك الجسد كله ويسيطر عليه ويمرضه بالأمراض إلى غير ذلك لذلك بإن الله عز وجل لا تنسوا هذه الطريقة وجربوها فلا بأس أن تفعلها مرتين فقط لنفسك يعني تفعلها في الأسبوع أو الأسبوع القادم تفعلها بإن الله عز وجل مرتين فقط تكفي أو ثلاثا تكفي بإن الله عز وجل لتبطيل العقد والسح المرشوش وإن كان قويا فإنه يمطل بإذن الله الواحد القهار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واشتركوا في قناتي ليصلكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة